متوجسون يواصلون السير في أرض المعركة في جبهة الكدحة يقطعون المساحات بحذر شديد حيث لا تستقر الكدحة كجبهة مشتعلة في ريف محافظة تعز ولم يعد يسمع في أوديتها سوى صوت الرصاص والمدافع إذ توقفت الحياة وتبدلت على ما كانت عليه من أنشطة اجتماعية وزراعية تسير شؤون أبناء هذه القرى أرادت الميليشيا التي وصلت إلى المنطقة غير ذلك تماماً وها هي تزج بها في أتون معركة لا تهدى وإن بدى المشهد ضبابياً والمعركة تسير ببطء إلا أن استمرار تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة في واحدة من أصعب المحاور تعقيداً لا يزال يمضي لإنجاز النصر الذي يطمح إليه هؤلاء الأفراد نحن مواطنين نحارب في سبيل التحرير من الكهنة هذولا من هذول الكفر اللي روحوا يعملون لنا دين عبر البحر الأحمر دين البحر الأحمر هذا يسمى عقاهم أنا خلقته أحارب أنا من شأن البلادي من شأن الناس هذولا يطهدون الناس هذولا ما لا أفلادين ولا ملة بالنظر إلى سير العمليات القتالية هنا تستمر الميليشيا بالبحث عن مواقع للتمركز حيث ترى في هذه الجبهة الغربية من محافظة تعز نقطة استراتيجية يمكن الاستحواذ عليها وفصل أغلب مناطق الضواحي الغربية من المحافظة عن بعضها ليسهل التعامل معها كالوازعية التي تسيطر عليها الميليشيا وبعض مناطق حجرية التي تمثل عمقا هاما إذا ما تمكنت الميليشيا من التمركز فيها سيطرنا على نقض الزبود هذا نقض الزبود هذه سائل الزبود هذه الزبود الذي تحت هذه الرحبة مقامع قاعدت من الرحبة انقسمت إلى ثلاث فصائل قبل الحقب هذا الذي أمامك هذه الرحبة مدرسة الرحبة الآن داخل مدرسة الرحبة للشباب هذا نقض الزبود سماء وفي فرقة نزلت من المكان هذا باتجاه الدرب وطلعوا الدرب وكبروا من داخل الدرب الله أكبر الله الحمد هذه طبعا القرون قد معنا من أول الآن المعارك تدور حول قبل علاقة ووثقا لمعطيات المعركة فإن الميليشيا تكبدت خسائر في العتاد والأرواح خلال الأيام القليلة الماضية ومعها حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما مهما بعد أن شنت هجوما واسعا من عدة محاور تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا في إطار الجبهة التي تبقى مسرحا مفتوحا للعمليات العسكرية ضد الميليشيا ولأكثر من فصيل من الجيش والمقاومة تتولى مؤخرا كتائب حسب قيادة الجبهة إلى جوار اللواء 35 مدرع واللواء السابع عشر مشا وجميعها قوات تنضوي في إطار محور محافظة تعزي العسكري بالإضافة إلى الإشراف من قبل قوات التحالف العربي التي تولت أيضا مواصلة تعزيز مواقع الجيش والمقاومة بالسلاح والتخطيط العسكري ترجمة نانسي قنقر